الهدنة السياسية الاضطرارية التي فرضتها مراسيم تشيع الرئيس جورج بوش الأب لم تحجب الغضب العارمة في الكونغرس بعد الاستماع إلى شهادة مديرة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل لزعماء مجلس الشيوخ الرضا الذي ناله مشروع القرار الذي يهدف لمعاقبة السعودية عبر تجميد الدعم العسكري الأمريكي للرياض في حربها على اليمن أدى إلى مطالبات بإصدار قرار ويدين ولي العهد السعودي ابن سلمان لعلاقته بمقتل الصحفي جمال خاشقجي ينبغي اتخاذ إجراءات وتدبير علنية لجملة مسائل منها الاعتقالات السياسية وتأجيل تنفيذ بعض الاتفاقية الثنائية مع السعودية منها إنشاء مفاعل نووية وتخصيب اليورانيوم وبخلاف ذلك فإن ابن سلمان قد يعرضنا للإنجرار إلى الحرب بسبب تهوره مداولات تجري بين ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي للوصول إلى صيغة توافقية تشمل مروحة واسعة من القضايا منها فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية لليمن فيما تستعد لجلة العلاقات الخارجية لعقد جلسة استماع لمناقشة مشروع القرار لم نستكمل مشاوراتنا بعد ولا أعتقد أننا سننهي المسألة قبل يوم الاثنين المقبل إذن هناك من يدعو إلى ضرورة أن يصدر الكونغرس بيانا يدين فيه بشكل مستقل ولي العهد السعودي ويشدد على ضرورة تجميد صفقات الأسلحة مع السعودية بما يتجاوز حرب اليمن تبدو قضية خاشقشي مؤشرا على رغبة الكونغرس في ممارسة دور أكبر في السياسة الخارجية على حساب ترامب مستغلا التناقض بين الاستخبارات والبيت الأبيض محمد كريم واشنطن الميادين